فطبعا الفرسيين المتدينين طبعا مع جبهمش هذا الامر فقالوا يعني اعطي مجد للرب فهو ابتدى يصحح المعلومات بتاعتهم انه على اساس انه المسيح كسر السبت لكن المسيح انه السبت قال السبت خلق للانسان وليس الانسان للسبت وانه الرب يسوع هو رب السبت هاي كلمة كبيرة طبعا بالنسبة لليهود اذا لم يكن عنده الكفاءة ان يثبت نفسه لكن لاحظ مقال هذا الذي شفي من العمى قال في اسحاح 9 اي 30 اجاب الرجل وقال لهم ان في هذا عجبا انكم لستم تعلمون من اين هو وقد فتح عيني ونعلم ان الله لا يسمع للخطاء ولكن ان كان احد يتق الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع منذ الدهر لم يسمع ان احدا فتح عيني مولود اعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيئا السؤال كان من اخطأ ابواه ام هذا حيث انه ولد اعمى هون شوف يعني بيعطيك الفكر اليهودي كيف كان اعتقادهم في اي 34 اجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت يعني بأكدوا على عقدتهم انت بجملتك وانت تعلمنا فاخرجوه خارجا يعني المقصود حرموه اجتماعيا دينيا تقصيا وروحيا طردوا من المجمع موسيقى